التكنولوجيا والصناع الحكومية في الصين صوراً عالية الجودة للأرض التقطها القمر الصناعي الصيني جاوفين واحد وقال مسؤولون إن المرصد بدأ في التقاط الصور بعد يومين من إطلاقه إلى الفضاء في نهاية شهر إبريل نيسان الماضي وتجري الاستعدادات نهائية حالياً لإطلاق مركبة فضاء مأهولة منتصف الشهر الجاري للنقل ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية تيانج جونج واحد صور بانورامية عالية الجودة للأرض نشرتها مؤسسة علوم الفضاء والتكنولوجيا الصينية وتمثل هذه الصور بالنسبة إلى علماء مركز معلومات وتطبيقات القمر الاصطناعي جاوفين واحد نجاحاً جديداً في مهمة القمر الاصطناعي وبعد يومين فقط من إطلاقه في السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل الماضي بدأنا تسجيل المعلومات بواسطة نظامنا الأرضي الساعة العاشرة وثلاثاً وثلاثين دقيقة صباحاً وفي ساعة الحادية عشر وسبع وخمسين دقيقة أكملنا مرحلة المعالجة الأولى والثانية للصور علماء مرصد جاوفين واحد قالوا إن القمر الاصطناعي تمكن من إرسال معلومات كثيرة إلى الأرض والتقاط صور فانورامية تغطي ثمانمائة كيلومتر في صورة واحدة بواسطة ست كاميرات اثنتان منها عالية الجودة وفق معلومات أجهزة الرصد في أكثر من ثلاثين مداراً حول جاوفين واحد وعلى مدى خمسة أيام تبين لنا أن القمر يعمل بشكل جيد ونوعية خرائط الصور عالية الجودة نشر الصور جاء بعد بضعة أيام من إعلان مهمة المركبة الفضائية المأهولة شينجو عشر عن بدء المرحلة النهائية لما قبل استعدادات إطلاق المركبة وقال العلماء إن المركبة وصاروخها نقل إلى مركز إطلاق القمر الاصطناعي جيوكان شمال غربي إقليمي جانسو الصيني ومن المقرر إطلاق المركبة إلى المحطة الفضائية تيانجونغ منتصف الشهر الجاري وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء مركز جانسو قال إن الرواد أنهوا تدريباتهم حسب الجدول الزمني ولم يبقى غير اختبار وظائف المركبة والصاروخ وتعد رحلة شينجو عشر ثاني رحلة مأهولة إلى الفضاء بعد رحلة شينجو تسع عام 2009 التي أتمت أول التحام بالتحكم اليدوي بين مركبة فضاء ومعمل مداري في الفضاء وتجتهد الصين لاكتساب مهارات تقنية في مجال الإمداد لإدارة محطة فضائية قابلة لإيواء رواد فضاء لفترات طويلة تمكن مهندسون في اليمن من نحتي مسجد